دعونا نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم ليلة الآن من بيروت العضو المراقب في الأمم المتحدة بمجال البيئة ورئيس جماعية جرين جلوب سمير سكاب سيد سامير أهلا بك معنا الأنظار تتجه إلى قمة المناخ التي تنظمها لولايات المتحدة قمة افتراضية كيف تقرأ مخرجات هذه القمة حتى اللحظة من تعهدات من دول عدة عداء الصين وروسيا أولا شكرا طبعا هناك أهمية كبرى يمكن نحن نشهد لحظات تاريخية خاصة بموضوع الوعي الاقتصادي عندما يكون الاقتصاد بخدمة الإنسان وليس الإنسان بخدمة الاقتصاد عندما يكون النمو بخدمة التنمية وليس العكس هناك ثلاث أمور أساسية شاهدناها بالأمس أولا موضوع الاقتصاد بخدمة الإنسان ثانيا الالتزامات التي تفضلت فيها منذ بعض اللحظات ثالثا موضوع التعاون يلي الصين وروسيا التزموا فيهن بشكل أساسي هذه مواضيع أساسية جدا نحن ننتقل من مرحلي كانت شوي معادات للبيئة خاصة بعهد الرئيس ترامب إلى مبادرة وعودة الولايات المتحدة إلى حضن البيئة العالمية وإلى اتفاق باريس بشكل أساسي هذه أمور مشجعة جدا نحن طبعا ما بدنا نوصل إلى درجتي حرارة بالارتفاع ولكن نحن قريبين من الواحد فاصل اثنين ومش لازم نوصل للواحد فاصل خمسة إذن نحن بحاجة إلى مجهود هائل جدا بيبقى مثل ما قال كمان الأمين العام جوتاريش مبارح أنه لازم يصير فيه التزامات جدية مش بس تكون القصة قصة وعود ولكن نحن على الطريق الجيد يعني مبارح كان نهار جيد جدا ويقد نكون بلحظات تاريخية بهذا الموضوع طيب تتحدث سيد سمير عن التزامات ولكن أيضا بالحديث عن الوعود والتعهدات عندما لم تخرج الصين أو روسيا بأي تعهدات أو وعود إلى أي مدى هذا من شأني أيضا أن يؤثر على الوعود وجهود الدول الأخرى لا طبعا هذا يؤثر سلبا من شأنه نحن الالتزام الصيني بشكل أساسي أكتر من روسيا بحكم أنه الصين هي قد تكون البلد الأكثر تلويسا بالعالم بالإضافة إلى الولايات المتحدة نحن كسبنا مبارح بالقليل لتأكيد وجود الولايات المتحدة بهذه الالتزامات بيبقى علينا نحن انتظار أنه الصين أيضا تدخل بهذا الموضوع من الالتزامات نحن بنعرف أنه الصين استثمرت بالفترة المؤخرة بمعامل تنتج الكهرباء على الفحم الحجري وهذا موضوع يزيد التلوث وليس ولا ينقصه يعني بموضوع الالتزامات نحن بحاجة إلى التزام الكل ولكن على الأقل أبدن بارح تعاون نحن بحاجة إلى التعاون يكون جدي أكتر إلى تخفيف من استعمال الطاقات العفورية إلى الذهاب إلى الطاقات النظيفة الصين استثمرت بالطاقات النظيفة خاصة بموضوع السدود والطاقة المائية هناك استثمرات أيضا بالطاقة الهوائية ولكن بعد كل هذا ما بكفي إذا ما رحنا نحن صوب عدم الوصول إلى 1.5 درجة مئوية من الارتفاع بالحرارة إذا نحن ما خفضنا تحت الـ 1.5 رغم هذه الوعود قد نذهب إلى تغيير مناخي مؤثر جدا شفنا العام الماضي كان الأكثر حرارة بالتاريخ وهيضا طبعا يعود إلى استعمال الطاقة العفورية نحن بحاجة إلى أكثر أيضا من وسائل النقل النظيف ما تعتمد كتير كمان على الكيروزان وعلى الطاقات العفورية وأيضا نحن بحاجة إلى زيادة مساحات خضراء إلى زيادة مساحات الغبات وعدم قطع الأشجار كل هذه الأمور مع المحافظة على المياه العزبة هذه أمور كلها فيها تساعد أنه نحن ما نوصل إلى مراحل منتغير المناقب ربما نظريا ولكن على أرض الواقع على أرض الواقع يعني ترجمة ما تتحدث عنه قد يستغرق ربما سنوات وسنوات سيد سمير باختصار هل اليوم العالم الكولر أرضية تستطيع الانتظار لأنه حتى يعني ربما مخرجات هذه القمة إلى أن تترجم على أرض الواقع هل ستستغرق وقت طبعا الوقت ضروري ولكن الالتزامات مثل ما حطت اليوم يلي كان جيد جدا مبارح هو وضع التواريخ الواضحة هل سيتم احترام هل هالتواريخ الواضحة يعني العام 2030 هل سنصل فعلا نحن إلى خمسين وخمسة وخمسين بالمئة حتى بحسب الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاسات قد نكون نحن ذهبنا إلى مراحل متقدمة ما بدنا نكون متشائمين يعني أنا قبل قمة مبارح حقيقة كنت متشائم بهذا الموضوع ولكن يبدو ونتمنى أن يكون مستوى الوعي لدى زعماء الدول قد ارتفع ونطالب بهذا الموضوع خاصة عند موسكو والصين وشوفنا مبارح كمان الالتزامات السعودية على مستوى العالم العربي إذا تم الالتزام بالتواريخ المحددي قد نصل إلى أمر جيد جدا ولكن طبعا المخاوف هو عدم الالتزام والذهاب إلى تغيير مناخي قد يؤثر كثيرا على البلدان المنخفضة منخفضة الارتفاع وارتفاع منسوب البيئة والساعتها أيضا بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية قد يكون عندنا ارتفاع منسوب البحر وهذا الأمر مخيف لبعض البلدان والمدن شكرا لك سيد سمير سكافا العضو المراقب في الأمم المتحدة بمجال البيئة والرئيس جمعية جرين جلوب كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة